السلام عليكم الدنيا مرحبا بكم في التحليل للماتش سيكون تحليل قوي بالدلائل وماذا سنفعلوا شيئا في الماتش الحاسم او في كاس ام افريقيا او لا فعدي بزاف ما نقول لكم ان ابدأوا بالتفاصيل هذه التكالة تخليبها حيضوا غرشي بي ولعبوا العكوش ولعب قدر الربعة اربعة جوش حيضا لعب الكعبي ومي في الهجوم ولعب ايضا شاعر كأساسي ولعب كرواني وليامي بحيط ان اساس ملعبوش حيط ايضا بيطاقة السفراء يقدر ملعبش الماتش الحاسم بدك شارش خلاف الحشيات لعب ياميق و اقريد الكرواني مكان ماصينا ولعكوش على مو تستوى الضير الايمن مكان اصرف حاكيمي واصل ميدان كمال عداء امرابط وبرقوق الشاعر واللاعب اللي يقدم اضافة قوية غادي هنا ندروا عليه بتبصيل ولشهد لاعب مظلوم صراحة مي والكعبي واللوزا في شوط الاول كان اغلط دفاعية قدر بعض اللاعبين واحد الكورة كان غادي سبب فيها برقوق في هدف بحيط انه لاعب كيساعد الوجوان بشكل مزيان لكن المستوى الدفاعي ناقص وناقص على مستوى البنية جسدية ديالو بحيط كمكتوف اللقطات خدها له وتيرها كان على البونت ان قدر يشجلها برقوق صراحة دكت ديفلوبة وبانت يطور فيه لكن باقي على المستوى البدني ناقص وتقيل شوية في اللاعب الكورات وكعول بزا في الامر الشعر بحيط كدري صنطراج اللاعبين ديالقدام لكن مبانش ذاك الواتيرة اللي عرفنا عليه وكين لعب لوزا لما عرف صراحة منسبة لي هذا اللاعب من يقدمش مردود كبير حيط ما يتلعبش مع الفريق ديالو واتفورد وايضا في الاضافة ديالو تكون قليلة بزاف من اللاعب كي عاول لي صنطراج والكورات طويلة لكن انا مو تسوى اعطاع الحلول مكينيش والكعبي صراحة كان موهاجم بارع وكعرف بريبال الكورات المي اللي هو كان رجل المباراة وكان لاعب حاسم عنده الفعالية عنده الغروب كعرف دريبلي كعرف في دي بلاسا صراحة المواجم عالمي واحسن ربح المنتخب الوطني حاليا اللي عرفنا ما خلوزيتش هو اللاعب رايان مي ما عرف صراحة اللاعب هذا باقي كي لاعب في ماجر وما عرف لاش الكشافين للفروق الاندية الكبيرة في الدول الايطالي او الاسباني او الفرنسي منشد بوش اللاعب هذا اللي قدم خرافية مع المنتخب المغربي اربعة اهداف حتى الان وكتمنوا ايضا يبين في الماتش الحاسم وفي كاسة او مفريقية حيش محتاجين ودل بصة المنتخب المغربي عنده بعض الحوج اللي مزينين وعنده بعض الحوج اللي خيبين كما شفنا نسبة لي نقاط ضعف المنتخب حاليا هو اللاعب برقوق ولوزا باقي خاسم الخدمة وخاسم متحكو دل بصة بحي جميع المباراة اللاعبنا حاليا لعبناهم في البلاد دينا ما دي بلاسات وطولة ببرا بلادك عارك عارف الماتش تكونوا خيالية وتكونوا فيهم القوالب وخاس اللاعب يكون مطور كما الماتش دل كو ديفور اللي تأنا فيه الكاس العالم هذا الماتش صعيب صراحة كان على الاروت وقتال كان عدم العاطية كان لانه اللاعبين كبار ومع ذلك اهلنا غير بزز هاد اللاعبين صراحة للأسف ما عديش فيهم بعض تيقة خصصا كما قلت برقوق ولوزا اما على المستوى الدفاعي وامرابط اوماي والكعبي هاد اللاعبين صراحة انك خدموا ردود كبير كنتمين خلوزيت انسى الخلافات والانانية ديالو وعاية اللاعبين اللي محتاجهم لعافينهم كاملين عشبال لكم الخوج فادمون انتخابوا الادع ديالو هذا ما كان اتشاء الله وليفا